في الفترة الأخيرة ظهرت كثير من أدوات ومواقع الذكاء الصناعي اللي بتساعد المعلم في عمله سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه وفي حالة النهاردة هنتكلم عن نموذج ظهر وتم إصداره في الأيام الأليلة الماضية النموذج ده يطلق عليه سفاح أو أملاق الذكاء الصناعي النموذج ده هيساعد المعلم في إنشاء محتوى تعليمي وديناميكي في دقائق وده هيكون من خلال مساعدته في إنشاء خطة دراسية مخصصة وزكية وكمان هيساعده في توليد أسئلة واختبارات تفاعلية للطلبة ويكون قادر على حل هذه الاختبارات وكمان تحليل الاختبارات ومعرفة الأخطاء الشائعة الموجودة داخل الاختبارات وتقديم إنحلول هذه الأخطاء وكمان هيكون قادر على إعطاء نصائح للطلاب عن كيفية حل الاختبارات فلو أريد أن تتعرف عن النموذج وكيفية استخدامه في التعليم تابع معي معكم وقل ربيع من قناة كمبيوتر شو أهلا بكم من جديد وارب تكونوا بخير وسلامة إن شاء الله النموذج اللي نتكلم عنه النهاردة هو نموذج ديف سيك للزكاء للصناعي وهنا نتكلم عن آخر الزرارات هذا النموذج حتى الآن وهو الازدار التالي طبعا النموذج ديف سيك من انتاج شركة صينية ناشئة وهذه الشركة متخصصة في أبحاث وتطوير الزكاء للصناعي أيضا النموذج له العديد من المميزات وأهم هذه المميزات أنه مجاني وآمن وكمان فيه قدرات أعلى من النموذج السابقة وده اللي ذكرته الشركة بنفسها على موقع الرسمي ونتعرف على كل هذه المميزات في الشرح العملي إن شاء الله مش هتطول عليكم يلا بينا على الشرح العملي في البداية علشان تفتح النموذج بتفتح المتصفح الموجودة عندك على الجهاز وبعدين بتكتب في مربع البحث ديف سيك وبعدين بتضغط على أول رابط يظهر معاك ديف سيك دوت كوم وده الرابط الخاص بالشركة المنتجة للنموذج بتظهر معاك الصفحة الرئاسية الخاصة بالموقع وزا ما انت شايف هنا الشركة بتقول لك بعض المعلومات الخاصة بالنموذج أول معلومة معانا وهي أن النموذج مجاني ومفتوح المصدر للجميع المعلومة اللي بعد كده بتقول لك أن النموذج بينافذ الموديل O1 الخاص بشركة OpenAI للزكاية للصناعي النموذج بعد كده بيقول لك أو الشركة بتقول لك أن النموذج Avalia Bull on Web يعني النموذج متاح استخدامه على الانترنت وكمان متاح استخدامه على هاتف المحمود سواء كان بنظام iOS أو بنظام الأندرويد لو نزلت في الأسفر كده هتعرفك بعض قدرات النموذج ومقارنة بالنموذج السابقة وطبعا قدرته على استخدام اللغة الإنجليزية وكمان قدرته على استخدام الأكواد في الشفرة الخاصة بالبرمجة وكمان قدرته على حل مسائل الرياضيات المعقدة وكمان قدرته على استخدام اللغة الصينية مقارنة بجميع الاصدارات السابقة لو تلقيت في الأعلى كده هتلاقي مكتوب Start Now وعندك Get Deep Seek App هنا طبعا لو انت عايز تحمل التطبيق الخاص بالنموذج على جهازك واسيب لك في الوصف روابط تحميل التطبيق سواء كان للأندرويد أو سواء كان iOS هنا نضغط طبعا Start Now عشان نبدأ نستخدم النموذج بتظهر معاك الصفحة دي طبعا لو انت مسجل لابل كده على النموذج بتكتب الإيميل أو رقم التلفون اللي انت مسجل به وبتكتب هنا الباسورد وبعدين بتعلم على I Confirm وبعدين تضغط على Logan دي في حالة لو انت لك حساب على النموذج او لو انت اول مرة بتستخدم النموذج بتضغط على Sign Up ولو انت لك حساب على النموذج باستخدام Gmail بتضغط على Logan with Google طبعا لو اول مرة تضغط على Sign Up هنا بتكتب الإيميل اللي انت عايز تسجل به وبعدين بتكتب الباسورد وبعدين بتكرر الباسورد مرة اخرى هنا بيقول لك فيه كود هيجيلك على الإيميل بتضغط على Send Code بيجيلك الكود على الإيميل الخاص بيك تنسخ الكود وبتجي هنا تعمل عملية لصق للكود وبعدين تضغط على I confirm وبعدين تضغط sign up بكده انت تكون سجلت احيانا وانت بتسجل بتظهلك رسالة فيما معناها ان الخدمة مشغولة يعني بقولك service is busy try agile كل اللي عليك هتنتظر بعض الوقت وبعدين تسجل مرة اخرى وبعد ما بتنتهي من عملية تسجيل الدخول على النموذج بتظهر امامك الواجهة الرئاسية للنموذج وزي ما انت شايف واجهة بسيطة جدا زيها زي واجه شال جي بي تي من مكونات هذه الواجهة على ايدك اليسار مكتوب new chat وده بتستخدمه في حالة بداية محادثة جديدة بينك وبين النموذج بعد كده هنا بيظهر لك مجموعة المحادثات اللي تمت بينك وبين النموذج لو ضغطت على ثلاث نقاط هيسمح لك انت تعمل عملية rename او اعادة تسمية للمحادثة او عملية delete لو ضغطت على delete وبعدين قلت له delete بكده انا حزفت المحادثة اللي بيني وبين النموذج في الاسفل هنا جيت app وده عبارة عن qr زي ما انت شايف من خلاله تقدر تحمل التطبيق الخاص بالنموذج على تليفونك سواء كان بنظام الاندرويد او بنظام عندك بعد كده my profile وده في مجموعة من الاعدادات الخاصة بحسابك واعدادات خاصة بالنموذج نفسه بعد كده عندي delete on chats وده من خلاله اقدر ان انا احزف جميع المحادثات اللي حصلت او تمت بيني وبين النموذج عندي بعد كده ال contact as وتقدر من خلاله تتواصل مع الدعم الخاص بالنموذج وعندي بعد كده log out ومن خلاله تقدر ان انت تعمل عملية تسجيل خروج من النموذج لو ضغطت على settings هيظهر لي هنا general وال profile ال general هي عبارة عن الاعدادات الخاصة بالنموذج نفسه زي اللغة بتختار من هنا لغة العرض سواء كانت انجليزي او لغة صينية او system اللي هي لغة system اللي انت شغال عليه ومن هنا seems اللي هو شكل النموذج او لون النموذج سواء كان light اللي هو اللون القابل زي ما انت شايف او dark اللون الغامع او system حسب لون النظام اللي انت شغال عليه ولو جينا على اعدادات ال profile بيظهر لك هنا اسمك والايميل اللي انت سجلت به وكمان رقم التليفون اللي انت سجلت به لو انت سجلت برقم تليفون ولو عايز تعرف شروط استخدام النموذج بتضغط هنا على view او لو تعرف سياسة الخصية الخاصة بالنموذج ايضا بتضغط هنا على view ولو عايز تعمل عملية حسف للحساب بتاعك من على النموذج بتضغط على delete بكده انا عرفت المكونات الخاصة بهذه الوجهة وبعد ما تعرفنا على النموذج واهم من مكونات الوجهة الرئاسية الخاصة بالنموذج هنتعرف دلوقتي على كيفية استخدامه في العملية التعلمية ولكن قبل ما اتكلم في هذه الجزئية هتكلم عن الاعدادات الموجودة في الاسفل اللي انت شايفها دي واول اعداد معانا وهو deep think r1 وده من اهم المميزات الموجودة داخل هذا النموذج وهي ميزة التفكير العميب هذه الميزة بيستخدمها النموذج في التفكير المنطقي يشبه تفكير الانسان بيستخدمها في حل المسائل والمشكلات المعقدة وايضا عندي ميزة search وده ميزة بيستخدمها النموذج ايضا في حصول على المصادر من الانترنت وطبعا من مميزات هذه المصادر انها بتكون مصادر حديثة هنا ايضا النموذج بيسمح لك انها بترفع خمسين ملف سواء كان صور او ملفات pdf او ملفات word طبعا كل ملف مميزتش حجمه انشاء خطة دراسية انا هكتب له مثلا انشاء لي خطة دراسية لدرس بعنوان مكونات الحاسب الالي يعني عنوان الدرس بتاعي مكونات الحاسب الالي وطبعا الخطة دي هتكون عبارة عن حصتين وكل حصة منهم زمانها عبارة عن 40 دقيقة وطبعا علشان احصل على معلومات اكثر دقة هفعل اعداد deep think r1 بعد كده هاضغط على علامة السهم دي وانتظر النموذج ان هو يولد لي او ينشئ لي الخطة وبعد ما انتهى النموذج من تولده وانشاء الخطة الدراسية اللي انا طلبتها منه بيظهر قدامك بالشكل ده طبعا اللغة الانجليزية اللي ظهرة قدامك دي دي الطريقة المنطقية اللي هو فكر بها يعني بيعرفك ازاي هو فكر وبعد كده هيعرض لي الخطة الدراسية اللي انا طلبتها منه زي ما انا قلت له حصتين وكل حصة 40 دقيقة طبعا هنا بيعرفني ان الحصة الاولى بيعرفني الهدف العام منها وكمان اهدافها التفصيلية وبيعرفني الانشطة اللي انا هقوم بها وزمن كل نشاط منهم زي المقدمة والعرض التقديمي اللي انا هعمله وكمان النشاط التفاعلي وازاي هاختم الحصة بتاعتي ده بالنسبة للحصة الاولى وبنفس الطريقة بالنسبة للحصة التانية وبعد كده بيديك ادوات التعلم يعني هنا بيعرفك ايه هي ادوات التعلم اللي انت هتستخدمها في الحصتين وبعد كده بيقولك ازاي تعمل عملية مراعاة للفروق الفردية بين الطلبة وبعد كده بيقولك ازاي تقيم الطلبة بعد نهاية الحصتين دي كده طريقة انشاء الخطة الدراسية بكل سهولة باستخدام النموذج وباستخدام الذكاء الاصطناعي هنجي بعد كده على الخطوة اللي بعد كده وهي كيفية انشاء الاختبار انا هطلب منه هنا انه انشئ الاختبار من الموضوع اللي انا طلبته منه هكتب له انشئ اختبار لهذا الدرس وبعدين اضغط على السهل بنفس الطريقة بيبتقي يفكر زي ما انا قلتلك بيعرفك وبيفكر ازاي علشان ينشئ الحاجة اللي انت طلبتها منه وطبعا هننتصر لحد ما يخلص وينشئ للاختبار وزي ما انت شايف انتهى النموذج من انشاء الاختبار بالشكل انت شايفه ده وقسمني الاختبار الى مجموعة من الاجزاء هنا مثلا بيقولي ان الاختبار زمنه وعشرين دقيقة والدرجة الكلية للاختبار تلاتين درجة مؤسمة على اجزاء الجزء الاول منه ستين درجة ولا اختيار من المتعدد وننزل في الاسفل كده هنلاقي الجزء التاني صح وغلط وعند الجزء التالت اللي هو التوصيل والجزء الرابع اللي هي الاجابة القصيرة يعني اختبار متنوع وفيه جميع انواع الاسئلة عندك بعد كده الجزء الخامس كمان تسمية المكونات اللي هي المستلحات العلمية وبعد كده بيقولك تعليمات التصحيح بيعرفك انت ازاي تصحح الاختبار ده لكل جزئية كم درجة مثلا وده طريقة التصحيح بعد كده مديني بعض المراحزات ان هو بيقولي ان انا ممكن اضيف صور او مخططات وكمان ممكن ان انا اراعي توضيح التعليمات قبل بدء الاختبار يعني اعرف التعليمات الاختبار وكمان بيقولك يفضل تنوع الاسئلة بين الفهم والتطبيق لكياس المهارات المختلفة يعني اعمل عملية تنوع للاسئلة طب بعد ما انشألي الاختبار هل ممكن ان هو يجاوبي عليه هنجرب ونشوف انا هكتب له هنا كم باجابة او بالاجابة على هذا الاختبار واضغط على السهم وزي ما انت شايف النموذج اقام بالاجابة على جميع سئلة الاختبار بالنسبة للجزء الاول اللي هو الاختيار من المتعدد كتب لي رقم السؤال والاجابة الصحيحة وكمان في الصحة وغلط الجزء التاني اعمل لي علامة صح او خطأ وفي حالة علامة الخطأ كمان كتب لي الاجابة الصحيحة ايه هي وبعد كده في التوصيل كمان الجزء التالت حلوهولي وبالنسبة لجزء الرابع اللي هو الخاص بالاجابة القصيرة كمان حلوه وبالنسبة لجزء الخامس تسمية المكونات كمان حلوه كل ده دون تدخل مني خالص وبعد كده مديني ملاحظات بعد الملاحظات الخاصة بالاختبار بيقول لي ان لازم تكون الاجابات الخاصة بالطالب تعكس الفهم الاساسي للتفاعل بين الهاردوير والسوفتوير وكمان في سؤال الصح وغلط بيقول لك تم توضيح سبب الاجابة الخطأ لتعزيز الفهم يعني بيقول لي ان انا بالنسبة اللي جاب الخاطئة انا قلت لك خطأ وكمان اديتك التصحية بيقول لك بعد كده في حالة ان جميع الاجابات كانت خاصة بالطالب كانت صحيحة فهيكون درجة الطالب اللي هي الدرجة الكلية 30 من 30 بكده انا خليته انشاء الاختبار وكمان حللي اختبار ودلوقتي هنتكلم عن ميزة تانية موجودة داخل النموذج وهي ميزة البحث وانا اتعرف على كيفية حصول النموذج على المصادر من داخل الانترنت مثلا انا هطلب منه ان يبحث لي عن موضوع عن مكونات الحاسب الآلي مكونات الحاسب الآلي وفعل ميزة البحث اللي هي السيرج وبعدين اضغط على السعر وزي ما انت شايف النموذج فعلا جاب لي مصادر او جاب لي معلومات كتير عن مكونات الحاسب الآلي زي ما انت شايف كده جاب لي معلومات عن المكونات المادية للحاسب الآلي وتكلم عليها وبعد كده جاب لي معلومات عن البرمجيات اللي هي الصوفتوير الخاصة بالحاسب الآلي وبعد كده جمعاً جاب لي معلومات عن الأجهزة الطرفية وبعد كده جاب لي معلومات عن أنواع الحواسير ودلوقتي هنتكلم عن ميزة تانية موجودة داخل النموذج وهي ميزة التعامل النموذج مع الملفات سواء كانت الملفات دي عبارة عن صور أو ملفات PDF أو ملفات World أنا دلوقتي هرفع له ملف عبارة عن ملف PDF بيتكون من اختبار وهطلب منه أن يحللي الاختبار ده كل اللي أعمله هضغط هنا وحدد الاختبار وأقوله Open طبعاً بيبدأ الاختبار في التحميل وزا ما أنت شايف كتب لك Extract only text from image and files يعني أنه بيقول لك هو بيستخرج النصوص فقط من الصور والملفات يعني بيتعامل مع النصوص فقط وإن شاء الله ميزة التعاون مع الصور هيكون في فيديو تاني كيفية التعامل من النموذج مع الصور طبعاً بعد ما بيحمل الملف هكتبله هنا كم بحل هذا الاختبار وضغط على السهل طبعاً بيبتلي يفكر بطرقة المنطقية اللي قلنا عليها في بداية الحلقة وبعدين يبتدي يحل الاختبار هننتظر وبعدين نشوف طريقة حله وزا ما أنت شايف طبعاً أمل أول بطريقة التفكير العميق أو التفكير المنطقي وبعد كده بناء على تفكيره العميق أو التفكير المنطقي اللي قام به بدأ أنه يجاوب على الاختبار السؤال الأول اللي هو الموضوعي طبعاً أداني كل جزئية والإجابة بتاعتها وبعد كده السؤال التاني المقالي والتالت والرابع وكذا لحد نهاية الاختبار طبعاً هنا يديني ملحوظة بيقولي قد تختلف الإجابات قليلاً حسب السياق المطلوب في المدرسة لكن هذه الإجابات تعتمد على المعرفة العامة بموضوع الحسوب يعني هو أدك إجابات عامة خاصة بالحسوب طبعاً أنت اللي عليك كمعلم بتراجع الإجابات اللي هو كتابها مع إجابات الاختبار الخاص بيك أنا دلوقتي هطلب منه طلب تاني وهو تحليل الاختبار نفسه هطلب منه هنا هقوله كم بتحليل هذا الاختبار لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة فيه واضغط على الساق هيبدأ كما تعودنا بالتفكير المنطقي وبعدين يحلل لي الاختبار ويعرفني إيه هي نقاط الضعف ونقاط القوة الموجودة داخل الاختبار وزي ما أنت شايف فعلاً النموذج قام بتحليل الاختبار بطريقة جيدة جداً جداً أنا شايفها من وجهة نظري طريقة ممتازة جداً أولاً قالك على نقطة القوة الموجودة داخل الاختبار قالك تنوع أنواع الأسئلة شمولية المحتوى الملاءمة العمرية التركيز على التطبيق العملي دي بالنسبة لنقاط القوة وبعد كده قالك نقاط الضعف الموجودة في الاختبار قالك الغموض في سياغة بعض الأسئلة أخطاء تنسيقية ولغوية صعوبة بعض الخيارات في الأسئلة الموضوعية ونقص التوجيهات التفصيلية وبعد كده أدك اقتراحات علشان تحسن من اختبارك تحسين الوضوح تصحيح الأخطاء التنسيقية إضافة توجيهات إرشادية توازن الصعوبة طبعاً هنا هو سعيدني جداً جداً أنا كمعلم علشان أعرف نقاط الضعف الموجودة عندي في اختباري وكمان نقاط القوة وداني اقتراحات أقدر استخدامها علشان أحسن من كيفية وضع الاختبارات أنا دلوقتي اتعاملت معا أو ديت النموذج عبارة عن اختبار ملف أنا دلوقتي هدي له اختبار عبارة عن صورة وهشوف هل هيقدر النموذج على حل الاختبار ولا لا هضغط على أداة الرفع هنا واجيب صورة عبارة عن اختبار بسيط كده وقل له open طبعاً بيبتري في التحميل أيضاً وبعد كده هقول له كم بحل هذا الاختبار وهنشوف هل النموذج هيحل الاختبار الموجود في الصور كمان ولا لا وبالفعل قدر النموذج أن يحل الاختبار الموجود داخل صورة بالشكل انت شايفه ده طبعاً في الأول أنه أفكر بطرقة منطقية زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة وبعد كده اداني الإجابات على الأسئلة الموجودة داخل الاختبار وكمان اداني بعض الملاحظات على بعض الأسئلة الموجودة في الاختبار يعني زي ما انت شايف كده كده كتب لي بعض الأسئلة قد تحتاج إلى توضيح أكبر مثل السؤال رقم 4 اللي هو كلمة الصف الرابع يعني زي ما انت شايف كده بيديك بعض الملاحظات كمان الخاصة بالاختبار ودلوقتي هنتكلم عن آخر جزئية موجودة معنا في حلقة النهاردة وهي جزئية تحليل الملفات هنشوف هل النموذج فعلا قادر على تحليل الملفات او تلخيصها ولا لا كل اللي هنعمله ان انا هرفع له ملف عبارة عن بحث مثلا او موضوع معين واطلب منه ان هو يلخص البحث ده كم بتلخيص هذا الملف فيما لا يكل عن مثلا خمسمية كلمة انا بقول له لخص الملف ده في خمسمية كلمة بس وبعدين اطلب منه انه يلخص وبالفعل زي ما انت شايف ان نموذج فعلا لخص الملف كله في خمسمية كلمة زي ما اطلبت منه طبعا الملف ده بيتكون من أربعين صفحة زي ما انت شايف كده طبعا هو لخصه في خمسمية كلمة بس حسب ما انا طلبت و لو عايز طبعا اكتر من كده بتطلب او اصغر من كده زي ما انت شايف اول حاجة بقول لي تلخيص عام للملف وبعد كده قال لي ان الملف ده موجود فيه تعريف الزكاة للصناع ومجالاته وكمان تقنائات الزكاة للصناعي ودور الزكاة للصناعي في التعليم يبقى كده النموذج فعلا قدر انه يحلل ويلخص الملفات بكل سهولة وبكده اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة ولو انت لسه موجود معي اعمل لايك للفيديو وشاركوا مع اكبر عدد من زملائك للسفادة الجميع وانتظرنا في فيديوهات قادمة عن هذا النموذج ولو حضرتك اول مرة استخدم النموذج اكتب لي في التعليقات رأيك ايف هذا النموذج